الخبر الاول اللي عدنا عن رايدر وياسمين وليش ياسمين معصبة من رايدر السبب هو اخيرا رايدر قرر ان يسوي مقلب بياسمين بحيث رايدر نزل على حسابه بالانستجرام بستوريات ويقول بيها انه سووا واخيرا مقلب بياسمين وحيكوناكم مفاجآت واخيرا 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 شي كل شي تتريدو كلكم ويوم ظهر شون مقلب ياسمين اه حلو المقلب الله تعالى بخير بس والله ورا المقلب سونا للمفاجأة كلش حلواء بعدها ياسمين ردت على حسابها بالانستجرام ونزلت ستوري وتقول بي انه هي الزعل انا من رايدر شوفوه عملو فيني مقلب حالف عافة على المقلب بس شون وفاجأة مقلب حقيق استنوا الفيديو فاكتبونا بالكومنتات شون تتوقعون المقلب هل هو مقلب حب او مقلب مثلا استفزاز او شنو يعني الخبر الثاني اللي عدنا عن جواني وقصف البيسان اسماعيل بحيث نزل جواني على حسابه بالتك توك هذا المقطع اللي قصف بي بيسان فركزوا بي وركزوا بكلام الثاني شنو قال بالنهاية لما يكتروا الدبان حواليك مو شرط تكون عسل يمكن تكون انك خرى يعني ترشولة الخبر الثالث اللي عدنا عن انس واصالة واسسو تعازيهم وقفتهم مع اهل الكويت طبعا بالبداية الله يروح ما ويجعل مثوات جنة امير الكويت فنزلوا على حساباتهم بالانستجرام ستوريات يعزون بها اهل الكويت واميرهم الخبر العسريع اللي عدنا عن نور مار وشنو السبب تأخر البيث والمشاكل اللي كانت موجودة حسب ما نزل النور على حسابه بالانستجرام ستوريات يقول بها السبب هم مجلة دين وكثرتهم ما شاء الله اللي فجروا البرنامج بحيث اللي شافه والبث على تطبيق لوبز يعرفون المشاكل اللي صارت وشنو اللي صار يعني ولكن بعدها النور نزل على حسابه بالانستجرام هذا الستوري يقول بي ان شاء الله راح يكون اكو بث ثاني وما راح يكون بأي مشاكل على نفس التطبيق الخبر العسريع اللي باده عن فايز كنفش وتهديده بيسان اسماعيل بحيث بيسان حاولت انه تحذف حزاب فايز بالانستجرام طبعا فايز عصب من هذا الشي فقرر انه يسوي بث باليوتيوب يعني وصار يهدد بي بيسان اسماعيل وامجد طبعا اللي حابل نشوف هذا البث كامل راح يكون بقناتي الثانية وبس والله هنا وصل نهاية المقطعات من المقطع عجبكم اللي ستحطون لها اشتركوا بالقناة كانوا ياكو فيد زين من قناة ممنكة القصص ومع السلامة